رعى محافظة محافظة حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي بمدينة المكلة مراسم اتفاقية إنشاء وتجهيز وتأثيث مدرسة للتعليم الأساسي بحي المساكن بفوة بمدينة المكلة بتمويل من البرامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وأنصة بنود محظر الاتفاقي على إنشاء مدرسة مكونة من تسعة فصول دراسية مع ملحقاتها لخدمة الإقبال المتزايد على التعليم بأحياء مدينة فوة بمدينة المكلة كما رعى المحافظة محظر السلام خمس سيارات سعاف كاملة التجهيزات دعما للقطاع الصحي من البرامج السعودي ثلاث منها للقطاع الصحي بوادي حضر موت واثنتين لخدمة قطاع الصحة بالساحل ويأتي ذلك انطلاقا من الدعم المتواصل لحكومة المملكة العربية السعودية واستكمالا لخطة البرامج السعودي الهادفة إلى دعم القطاعات التنموية بما فيها قطاعي التعليم والصحة واستمع المحافظ خلال لقاء من مدير مكتب البرامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن بحضر موت المهندس عبدالله باسليمان إلى لمحة حول المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة بتمويل من البرامج في مختلف القطاعات وعرب محافظ محافظة حضر موت عن شكره وتقديره وتقدير السلطة المحلية وابناء حضر موت لتدخلات حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر البرامج السعودي ومركز الملك سلمان في مختلف القطاعات شكرا